السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وجميلة جدا من وصفات زمان. ان شاء الله هتجربيها بجده هتعجبك جدا جدا. هنضيف النهاردة البيض على المكارونة. حاجة كده اختراع. يلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف النهاردة الوصف بتاعتنا ونشوفها نعمل ايه. اول حاجة معانا حلة او طاسة كبيرة. هروح جاي حط فيها مياه عادية خالص من الحنفية. وهبدأ بقى اضيف عليها نص معلقة كبيرة ملح. وكمان معلقتين زيت بالمعلقة كبيرة. بعد كده بقى هسيب المياه على نار عالية وهغطيها وهسيبها لغاية لما تغلي معي. ولما تغلي نرجع مع بعض ونشوف بقى الخطوة التانية هنعمل ايه تاني. المياه طبعا بدأت تغلي معي هه هبدأ بقى اضيف عالية الوقت كيس المكارونة. اي نوع مكارونة موجودة عندك يعني مش شرط نوع معين. تمام? هروح جاي حط المكارونة وقلبها. ولما تسلق معي المكارونة وتستوي هروح جاي مصفيها في المصفة. ويرح جاي حط عليها مياه ساعة واشطفها. وبعد كده هسيبها بقى لغاية لما تصفة. وتعالي بينا نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه? معانا طبعا الطاصة على النار. هروح جاي حط فيها شوي الزيت. وبعد كده هبدأ بقى امزل عليها بالبصل. اول لما الزيت يسخل معاك هتكون جاي مقطع البصل بتاعك صغير كده بالشكل ده. او بترنشاط خفيفة جدا. واروح جاي ضيفها. تمام. وهضيف عليها كمان ربع معلقة ملح عشان خاطر البصل يدبل معايا بسرعة ويستوي. وما ياخدش وقت على النار. ربع معلقة بس معلقة الصغيرة. هروح جاي حطاها. تمام كده. وهقلبها تقلبتين طبعا للبصل. انا مش عايز ايه غدلون. يدبك كده بس يدبل معنا. ويبقى كده خلاص تمام. وزي الفل كده خلاص. نبدأ بقى نضيف عليه بقيت المكونات بتاعتنا. حلوة قوي كده. معانا بعد كده بقى معلقة كبيرة صلصة. بالمعلقة الكبيرة. راح جاي ضيفوها على البصل. وهي هقلبها تقلبتين. يعني مش كتير. تقلبتين بس كده. اشوح بس الصلصة مع البصل. تمام. وبعد كده بقى اكون مجهزة معي عصير الطماطم. بالنسبة لعصير الطماطم انا كنت عاملة يعني ربع كيلو طماطم. مش اكتر من كده. تمام. اهو فرمت الطماطم وراح جاي حطاها عليها. تمام. وهقلبها تقلبتين كده. وهسيبها بقى على نارة عالية. لغاية الصلصة لما تتسبك. وبعد كده نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني. قد الصلصة تسبكت معانا هو. نبدأ بقى نحط المكونات بتاعتنا اللي هي البهارات. آآ ملح وفلفل اسود وكمون. تحط كده البهارات بتاعتك كل على الصلصة. قد الملح من كل حاجة طبعا معلقة صغيرة. نص معلقة صغيرة كمان عشان ما تبقاش ملحة معيك. والفلفل اسود حاجات بسطة جدا. زي ما قلت لك من كل حاجة نص معلقة صغيرة. وهتروح يجاي مقل بقى بالشكل ده. كده خلاص الصلصة بتاعتنا جهزة. هنا بقى معنا البيض معاك يبقى تلت بضاط اربع بضاط براحتك. البيض براحتك حسب ما انت عايزة تضيفي. هروح جاية ضيفة عليهم بقى الفل اسود والملح. وملح برضو بسيط شا احنا حطين ملح اصلا في الصلصة. وحطين الملح في المكارونة وهي بتتسلق. فما تكترش من ملح. يزبطي ايديك كده في كل حاجة وانت بتحطيها. هروح جاية ضربة البيض كويس جدا كده. افكه من بعضه. تمام. وبعد كده هضيفه على الصلصة. وهروح جاية بقى مقلبة كده بقى على نارة عالية كل ده. هقلبه بالشكل ده كده لغاية البيض لما يستوي معي. واقلبه مع الصلصة كده بالشكل ده. اهو. تقليب كده على طول. تمام. او ما تلاقيها كده نشفت معاك كده واستوت. واكده زي الفل خلاص. طبعا المكارونة انا كنت سايبة فيها يجي نص كوب بيت مية. يعني ما كنتش مصفيها للاخر. تمام? سبتي فيها نص كوب بيت مية بس كده عشان خطل لما اضيف عليها البيض والصلصة. اروح جاية مقلبهم مع بعض كده. تحس كده ايه? اللي المكارونة كده طرية معاكي والصلصة كده عاملة سوس كده بقى حلو. تمام? اهو. هقلبهم مع بعض بقى كده بقى. او ما المكارونة تسخن معاكي. خلاص كده تمام وزي الفل كده خلاص المكارونة. جاهزة معاكي. مكارونة بالبيض. طعمها طحفة. دي بقى من اكلات زمين. كانوا دايما امهاتنا اللي عملوها النا. كانت طعمها لزيز وحلوة قوي قوي. تغري فيها بقى في الاطباق بقى للاولاد. اهو بالشكل ده كده. حاجة جديدة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا جدا. متنسيش بتحطيلي اللايك بقى على الفيديو. متنسيش تدعميني على قناتي على اليوتيوب مطبخهم وسلسبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.